أحمد الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هنحل الواجب المنزلي بتاع سنة 5 مادة الساينس الأسبوع الثاني طبعاً لسه في الفيرست كونسبت الهومورك هنا أول سؤال choose the right answer number one a component within a plant that absorb the sunlight during photosynthesis component يعني مكون أو حاجة أو شيء جوه الplant ده اللي بيمتص the sunlight during photosynthesis هل هو green colorophyll ولا stomata ولا xylem الحاجة المسؤولة عن امتصاص is sunlight هو طبعاً اللون الأخضر الكولوروفيل الموجود inside the chloroplast في plant cell number two air passes through small openings in the leaves of the plant cold the small openings أو الفتحات الصغيرة الموجودة في الليفز اللي بتدخل فيها الair أو بتخرج منها الأكسجن هي الاستماتة ولا green chlorophyll ولا الزاينم طبعاً هما الاستماتة الفتحات الصغيرة اللي بتدخل الجاسس هي الفتحات بتاعت الاستماتة بتبقى small holes أو small openings أو small pores ما نطلق بطش ممكن يجو التلاتة تيجي كلمة openings أو تيجي كلمة pores ثقوب أو ممكن تيجي كلمة holes التلاتة نفس المعنى التلاتة معناهم ثقوب موجودين على الليف وطبعاً دي هي الاستماتة طيب number three there are several types of leaves including white flat leaves such as the leaves of عندي أنواع كتيرة من الليف ففي منها أنواع بتكون white flat يعني بتكون واسعة كده وعريضة زي مثلا من البانانا تري ولا الباين تري ولا الجريب لا بلاقي أن white flat leaves بتكون زي البانانا تري شجرة الموز تبقى الورقة بتاحها عريض وإيه وكبير white وإيه وفلات طيب number four the potato plant is known to have a stem that extend under the ground البوتاتو بلانت عندها stem عندها فاكرين الصفحة بتاعت أنواع الstems دي كنا نبيضي في عندنا runner stem وclimber stem وtuber stem والunderground stem وكل حاجات فالبوتاتو بلانت ده عنده أنه نوع من الstem بقى عنده تيوبر أو تيوبر ولا extension ولا climb لا وعنده تيوبر احنا قلنا إن البوتاتو بتكون تيوبر بتعمل تيوبر بتعمل ضرانات تحت الأرض فده stem وموجود تحت الأرض طيب نيجي بقى البوت true or false number one photosynthesis occurs in plant seeds الفوتسynthesis بيحصل في seeds لا الفوتسynthesis بيحصل في leaves not inside the seeds inside the leaves طيب number two chlorophyll gives the plant it's distinctive green color الكولوروفل هو اللي بيدي للبلانت الجرين كولور بتاعها اللون المميز الأخضر بتاعها طبعا الكولوروفل هو المسؤول عن الجرين كولورور number three the xylem carry glucose from the leaves to the rest of the plant الزايلم هو اللي بيحمل الجلوكوز من عند الميز عشان يديها لكل أجزاء البلانت التانية لا طبعا الزايلم بيعمل ايه الزايلم carry water إنما مين اللي بيحمل الجلوكوز بقى هو الفلويم الفيسلز بتاعة الفلويم هي اللي بتحمل الجلوكوز عشان تديها للأوراق واللي بقيت أجزاء البلانت طيب number four the plant doesn't need sunlight in the process of photosynthesis doesn't need يعني البلانت مش بيحتاج sunlight في عملية photosynthesis طبعا غلط لأن البلانت need sunlight مش doesn't need sunlight في الprocess بتاعة photosynthesis دي طبعا من الاحتياجات الأساسية بتاعته في عملية photosynthesis process طيب طيب صوال اللي بعده mention the scientific term number one stems that extend horizontally on the surface of the earth and help in the formation of new plants such as the strawberry plant the stems extend horizontally يعني إيه الاستيم اللي بتبقى على سطح التربة تمام ويه بتساعد في formation of new plants وبتكون نباتات كتير عليها زي الاستروبري طبعا دي اسمها الرانر استيم اللي موجودة على سطح التربة ويه بتنمو يعني أو بتتمدد على سطح التربة مش بتطلع على فوق كده زي الأشجار لا بتفضل على الأرض من فوق خلي بالكم هنا من فوق on the surface of the earth مش under the ground لأن لو قلنا under the ground كنا قلنا دي tuber stem إنما دي above the ground on the surface of the ground ده اللي اسمه runner stem تمام number two small openings in the leaves of the plant through which air passes small openings اهو قلنا openings أو holes أو pores التلاتة نفس المعنى فتحات على ال leaves بتسمح بدخول ال air طبعا دي ايه الاستومات تمام number three a process that occurs inside the leaves of the plant to make its food الprocess بقى العملية اللي بتحصل جوه الplant عشان يعمل الفود بتاعها طبعا دي الفوتو سنسز بروسس اللي احنا عملين ايه نتكلم عليها طول الوقت لازم طبعا بقى عارف اللي سبيلن بتاعها مهمة اول كلمة دي نحفظ اللي سبيلن بتاعها طيب number four thick and solid stems such as the roots of trees and trucks ال solid stem او thick stem زي ال roots بتاعة trees and trucks زي trunks يعني بتاعة trees and trucks اسمها ايه دي اسمها wood stem دي الستيم الخشبية بتاعة زي بتاعة الاشجار العادية اللي احنا عارفينها دي عندها wood stem طيب تمام كده قلصنا الاسئلة بتاعة الهومورك بتاعة الاسبوع التاني للساينز في تقييمات الوزارة ننساش نعمل لايك في الفيديو واشتراك في القناة وأشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية بإذن الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر